اهلا بكم مشاهدي القاهرة الاخبارية عاصمة الخبر في كل مكان في العالم ما اشبه اليوم بالبارحة هذا لسان حل كل العاملين في مجال الاسلام السياسي وشؤون الحركات الاسلامية فمثل ما حدث في 28 يناير 2011 حدث ما يشبهه تماما في بنجلاديش يوم 7 اغسطس 2024 مع اختلاف طفيف فبدلا من اقتحام السجون في مصر بمجرد سقوط حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في بنجلاديش في 5 اغسطس 2024 تم اطلاق سراح مئات من زعماء المعارضة وفتح مكاتب الجماعة الاسلامية هناك واستشعر العالم الصعود الفوري القوي للقوى المتطرفة الجماعة الاسلامية هي اكبر منظمة دينية في جنوب اسيا ولها فروع في الخارج لديها عدة فروع متصلة ايدولوجيا ممثلة في الجماعة الاسلامية في باكستان والجماعة الاسلامية في بنجلاديش والجماعة الاسلامية في الهند والجماعة الاسلامية في ازاد كشمير التي تسيطر عليها باكستان والجماعة الاسلامية في جامو وكشمير في كشمير الهندية وفي حين تدعي كل هذه الجماعات الاستقلال التنظيمي عن بعضها البعض فإن التزامها الايدولوجي مشترك ومن المعروف أنها أوت مقاتلين متطرفين باستثناء الجماعة الإسلامية في الهند والتي تمثل الأقلية وحدها وتبدي قدرا من الاعتدال في ظلقة العدودية الهندية وفي بنجلاديش يعد الحزب القومي البنجالي اليميني المؤيد للجماعة الإسلامية في بنجلاديش من المستفيدين الرئيسيين المباشرين من الاحتجاجات الطلابية التي قادتها حركة الطلاب ضد التمييز والتي هندست سقوط رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وهي زعيمة علمانية اتجهت نحو الصين بدلا من الولايات المتحدة وحزرت الجماعة الإسلامية وشنقت كبار قادتها لمساعدتهم الجيش الباكستاني في حرب التحرير عام 71 والتي أدت إلى انفصال بنجلاديش عن باكستان